ساعات الحسم تصريحات نارية لشيخ الأزهر عن أزمة سد النهضة وأول تعليق للولايات المتحدة على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة وسد النهضة نداء أخير من بصر قبل الرد الحاسم وعاجل تفاصيل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم وخبير مائي مصري يفجر مفاجأة وقف الملء الثاني لسد النهضة مستحيل في البداية صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا نفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا وساعات الحسم تصريحات نارية لشيخ الأزهر عن أزمة سد النهضة أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان ومطالبته المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهم المائية في نهر النيل والتصدي لإدعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين مؤكدا أن مساندة قيادة المصرية في مساعيها واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون وشدد الطيب على أن الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الإنسان كالأنهار هي ملكية عامة ولا يصح بحال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكا لفرد أو أفراد أو دولة تنفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا الموارد العام أو ذاك وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ في الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة هذا الخبر بتاريخ 7 يوليو 2021 المصدر معنا كامل الموجز وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في قناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل مع بعض الخبر آخر وأول تعليق للولايات المتحدة على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة طلبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع أطراف قضية سد النهضة بالامتناع عن الخطوات الأحادية تجانب بشأن سد النهضة أشار أن بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد يزيد التوتر بين الأطراف الثلاثة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال مستمرون في دعم جهود الحوار والتعاون للتواصل الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وأضاف ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لخفض التوتر في قضية سد النهضة وتسهيل عقد مفاوضات مثمرة وتابع واصلنا دعم الجهود المتواصلة بين السودان ومصر وإثيوبيا الحل مسألة سد النهضة بشكل بناء وقال ندعو جميع أطراف قضية سد النهضة للامتناع عن الخطوات الأحدية الجانب التي من شأنها توسيع الفجوات بين المواقف وتابع بدء إثيوبيا الملء الثاني سد النهضة من شأنه زيادة التوتر وطلبت الأمم المتحدة بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحدية بشأن سد النهضة من شأنها أن تقود البحث عن حلول الأزمة قائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إنه يجب أن لا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقود البحث عن الحلول وأضاف ندعم بقوة دورة الذي يقوم به رئيس الاتحاد الإفريقي في تسهيل المفاوضات بمصر والسودان وإثيوبيا المصدر معنا كان من صحيفة الموجز المصرية وأطرق لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل مع بعض الخبر آخر وسد النهضة نداء أخير من مصر قبل الرد الحاسم كشف سامح شكري وزير الخارجية آخر تطورات أزمة سد النهضة قبل جلسة مجلس الأمن نستمر في بذل كل ما بوسعنا للتوصل لحل سلمي للقضية لكن كلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية وقال إن مصر تدعو للتوصل لتوافق بملف سد النهضة والوصول لحلول القضية والمشكلات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية أكد إنها تسعى دائما لإزالة أي توطر وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية للعربية أن مصر تعمل على خلق المناخ والإطار المناسب في هذا الأمر لافتا إلى دعمها المصاري المتعدد والأطر في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضراتكم التعليم على هذا الخبر ألهام ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل تفاصيل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم نجحت مساعي وزارة التعاون الدولي المصرية بالتنصيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمصر في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم وانضمامها للعمل في نطاق مجلس الوحدة كهيئة عربية مستقلة وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومندوبة مصر الدائمة لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن تتشين المحكمة العربية للتحكيم يأتي في إطار العمل المشترك والتنصيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل الدور المنوط بالمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية الأعضاء وزيرة التعاون الدولي أكدت إن المحكمة العربية للتحكيم سيكون لها دور حيوي وهام في تطوير العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي والتجاري وتذليل التحديات مبدية تطلعها أن يعمل المجلس على تطوير آلياته وأهدافه وإعادة حوكماته بشكل كامل بما يمكنه من تحقيق أهدافه بعد ذلك بعد الجهد الذي قامت بها وزارة التعاون الدولي بالتنصيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حيث تتولى المحكمة العربية للتحكيم تسوية النزاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص وهي هيئة عربية مستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها المصدر معنا كان من RT وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل مع بعض الخبر آخر وخبير مائي مصري يفجر مفاجأة وقف الملء الثاني لسد النهضة مستحيل في تصريح خاص لRT علق أستاذ الموارد المائية المصرية عباس شراقي على مشروع القرار العربي حول سد النهضة وقال عباس شراقي بهذا الأمر يضم مشروع القرار بعض النقاط الهامة في تطوير التفاوض وتحديد جدوى الزمني إلا أنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة وأعتقد أن هذا يتم في اللقاءات المستمرة للسادة الدبلوماسيين قد المراقبين تحتاج لتعديل لتصبح تعيين أطراف دولية كوسيط وليس مراقبين كما كان الحال طوال مفاوضات واشنطن ثم الاتحاد الإفريقي وأضاف شراقي مطالبة إيثيوبيا بوقف الملء الثاني الحين التوصل لاتفاق غير قابلة للتطبيق من الناحية الفنية لأن إيثيوبيا أوشكت على الانتهاء من تعديل الممر الأوسط بحوالي 8 متر للوصول إلى منسوب 573 متر وبالتالي التخزين الثاني أصبح إجباريا ولا يمكن إيقافه المصدر معنا كان من RT وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل تفاصيل قيام الرئيس السيسي بمعالجة مليون إفريقي نقشت وزيرة الصحة المصرية هالا زايد مع نظيرها السوداني عمر النجيب العمل بمبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروسي بالسودان وأكدت زايد أن وفدا مصريا قد أنهى خلال الفترة الماضية تجهيز خمس مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة وتدريب الأطباء السودانيين على بروتوكولات التشخيص والعلاج كما أشرت إلى توفير أجهزة البي سي أور والكواشف الطبية بالإضافة لتوفير جرعات أدوية تكفي لعلاج 250 ألف مواطن سوداني وكانت وزيرة الصحة المصرية استقبلت وزير الصحة السوداني عمر النجيب بديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة السكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة المصرية أن الاجتماع تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين لدعم قطاع الصحي بالسودان في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية والتعليم الطبي المهني بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء بالدولة الشقيقة وتبادل الخبراء بين البلدين في مواجهة الوباء الحالي وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أيضا التعاون بين البلدين في مجال الأدوية موضحا أن الوزيرة أكدت حرصها على دعم توطين صناعة الدواء بالسودان خاصة الأدوية الحيوية كما أكد الوزيران أهمية تبادل الخبراء بين البلدين في مجال البحث العلمي للأمراض الوبائية المصدر معنا كان من اليوم السابع وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أن نكون يعني خفيفة على حضراتكم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته